نروح بقى لوسام أبو علي أمان أمان دي يعني أقصد بيها أنه حالته الصحية تمام طبعاً كانت القصة اللي شغلة بال المتابعين كلهم على مستوى جمهور الأهلي أنه الحالة الصحية للعب، الكشف الطبي للعب لأنه كان قبل كده حصله ارتفاع في ضغط الدم فضربات قلبه كانت مش منتظمة فوقع في أرض الملعب غاب لتسعة أشهر بتكلم هنا على المهاجم الدنماركي اللي بيحمل جواز سفر فلسطيني وللأهلي أعلم من ثلاثة أيام أنه أتم الاتفاق معه ومعنا دي فبالتالي وصوله إلى مصر كان الغرض منه الكشف الطبي عشان تتحول إلى صفة رسمية وقد كان النهاردة أجرى وسام أبو علي الكشف الطبي واكتازه بنجاح وطبعاً كان كمان القصة مرتبطة باللعب يعقوبه اللي كان عمل بعدما الأهلي اتفق على أغلب الحاجات وجاء عمل الكشف الطبي فالأهلي أعلن عدم نجاح الكشف الطبي والأهلي كمان قصة المهاجم دي بالذات يعني بالنسبة للجماهير عايزينها تكمل عايزينها تبقى تمام عايزين بقى الناتج كمان فالقصة تمام اللاعب اجتازه الكشف الطبي وخضع كمان لجلس التصوير داخل مقر النادي الأهلي وتقفلت كده المدرجات على قد مقداره أو المداخل بستير لكن حتى الناس تداولت فيديو للعب الدنماركي الفلسطيني وهو بيتصور تمهيدا لإعلان الرسمي اللي ممكن يحصل خلال ساعات قليلة جدا غدا على أقصى تقدير الخميس إن شاء الله طيب الزمالك في الكلام بس قبل أسيب الأهلي بس حاجة سريعة عشان للاستدراك كنت من كام يوم بما إني بتكلم عن الزمالك وبعد الأهلي فهربط ما بين وكنت ربطت يعني فللتوضيح للتأكيد بس أو لدقة المعلومة كنت قلت لكم من كام يوم إن الزمالك كان بس بيقول إن هو جمع الفلوس كاملة بالجن المصري وبالتالي عنده بس مشكلة إزاي يدفعها لسبورتينج لشبونة أو إزاي يحولها الدولار وإنه هيحاول إنه ياخدها من البنوك لكن ده مش سهل بكل تأكيد لإن القصة وصلة لأكتر من مليون ونص دولار فقلت لكم إن الأهلي كان عملها قبل كده لكن الحقيقة إن بعد ما قلنا المعلومة أكتر من حد بعطلنا